السلام عليكم ازيكم يا حباب قلبة عاملين ايه? ان شاء الله يكونوا بصحة يا رب. آآ النهاردة هعمل معاكم صنية التونة آآ في الفرن. ماشي? ده تونة مكاريلا. مكاريلا من اللي هي اللي اسمها المبرومة عندنا. ماشي? ودي التونة السفريديا. انا جايبها وسط عشان ما بتوبة كبيرة او كده بتوبة طعمها ملايف. انا ولا جبتها صغيرة ولا كبيرة. جايبها وسط يعني. حلوة كده. ماشي? آآ هعملها معاكم النهاردة. هنضفها. وحتبلها. وحسيبها في التتبلة شوية. وححشيها. وحطها صنية في الفرن. واعمل عليها ايه? اخرط عليها المكونات بتاعتها. وسوها في الفرن. واعمل جنبها آآ رزم فلفل. وصلطة. صلطة وبصل وجرجل والحاجات دي. ماشي? استنوني ما نضفها. وحرجع اعملها معاكم في الفرن. وبعد ما السمك انغسل وتبلته وبعدين غسلته تاني. انا هحشيه بقى بالتتبلة بتاعته. عبارة عن توم. ولمون مالح. وطماطم. وفلفل. منه حر وبارد. ماشي? خلاص كده. نحشي التونة وحرصها في الصينية. وبعد ما اخلص حشان حرش عليها شوية زيت كده من فوق. وشوية تتبيلة. وحسيب شوية تتبيلة. للاخر ما التونة تستيقى اقلبها حطها عليها من فوق عشان ما ايه? ما ينحرقشو كده. ماشي? كده? هوزع التونة في كل حتة عشان ما تلزقش في بعض. صراحة من اجمل الاكلات اه اكلات التونة دي ما بتنعمل في الفرن بتو بطعمها رغيب. جربوها مش هتخسروا. لو عجبكم من الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وشير. تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس عشان يمسالك كل دي. ماشي? احنا خلاص خلصنا كده. احنا ابدأ بقى ايه? حط تتبيلة. خلصت التونة دي كده. هبدأ احط التتبيلة. عشان تستوي فيها وتديلها نكه وطعم. انا عاملة الصينية كبيرة مش مشكلة بس عشان خطر ايه? بتتونا ما تلزقش ببعضيها. مش كده. فيها. هجيب بقى ايه? لمونة ملحة. نص لمونة كده. وحعصرها. وحنزل حط اللمونة عادي. يبزيت. هجيب زيت كده. وانزل عليها. عشان هحطها في الشوية. بس كفاية. دلوقتي التونة اوضع لكم هي انا هزبطها هفرادها بعيدة عن بعضيها. وتصاحل. وحسيبها بالزبط عشر ديائق ربع ساعة كده. آآ عشان انا لسه حشياء هتاخد في التابيلة للحشو شوية. رجعنا كده بعد عشر ديائق ربع ساعة كده اما تابلنا السمك. حطيت تحميرة الرز. اعنهار عشان اعمل رز فلفل بالسمك. وغسلت السمك. وصفيته. حنزل بقى حط الصينية. في الشوية في فرن البتجاز. ماشي. حطيت الشوية وعليت عليها. حطيت السمك في الشوية وعليت عليه. عشان كده اصلا كده كده في مساحة بين السمك وبين الشوية لازم علي. مش حقفل كده الفرن. وحاجة على الرز. لغاية ما التحميرة هي تتحمل. لما التحميرة تتحمر. حنزل على الرز بالمية. وبعدين احط الرز الباقي. وحط الملح. واقلب. واغطي بقى واسيبه يستوي. عامل ما السمك ينشوف الفرن. وهعمل السلطة. ماشي. كده التحميرة لسه شوية. بسم الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمليلي لايك وشير. تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس. عشان يوصل لكم كل جديد. كده هنقلب. سويني وحرجع لكم. التحميرة تتحمر عشان ما طولش عليكم. التحميرة تتحمرت اهي. هنزل عليها بالمية. ماشي. وحنزل بالرز. وحنزل بالملح. هقلب. بص التحميرة اللونها دهبي وجميل ازاي. انا هعطي مية تاني. مضبط اليدان بتاعها. ماشي. خلاص كده. صبت كده. خلاص. هغطي على الرز. واسيبه ما يستوي. كده خلاص الرز. هغطي عليه واسيبه ما يستوي. وانزل بقى ايه. اشوف التونة. عملت ايه. خلاص. لسه هي. لحيتها بدأت تتنع. بدأت تتحمل. خلاص كده. خلاص كده. ان ما تستوي. هوركوا بقى اللون النهائل. احنا كده. هنقلب الرز. خلاص كده. بصوا لون عامل ازاي. بسم الله. ما شاء الله. خلاص كده. قلبنا الرز. هنوطع عليه. هنجيب بقى التونة من فرن البتاجاز. هقلبها. بصوا بقى تحمرت ازاي. لسه باني ايه. هقلبها على الناحية التانية. ماشي. احنا هنقلبها كده. هنقلبها كده. شو بقى حلوة اما انت بتعمله فصانية كبيرة. اللي بيحصل. بتعمله فصانية كبيرة. التونة ما بتنهرش من. ماشي. ماشي. هقلب بقى الحتيات اللي بتستوت. بصوا كده. هبدأ بقى ايه. هرجحها في الفرن البتاجاز ثاني. بصوا كده. بصوا كده. عشان الشوية تجيبها كلها. بصوا كده. اما هعرف انت احد تلمسوا ليه. معلش يا جماعة ابن الصغير كل ما اجا صور فيديو لازم يجو ينده علي. بصوا كده. مازلنا كده بفرن البتاجاز ثاني. وقفل عليها. وخلاص كده. الرزق اللي بيه تاني. خلاص كده. بسم الله ومشاء الله. يقرب يستوي خلاص. يكمل خمس دقائق. هخلص صويته التونة. ده الشكل النهاية جماعة. لصنية التونة في الفرن. بص مستويه ازاي. وما طلعت رشيت عليها بقى التدبيلة. ده بقى انا هغرفه وحطه في طبق. وبقى الفه انا وشيفه. وده الرز. ده الرز استويه وده التونة. بس انا بقى هعمل السلطة. واجهز التجهيزة اللي بقى. يا الله سلام عليكم.